مصطفى عسل بقى بطل السكواش المصري العالمي الاهلاوي الحقيقة عجبني تفاعله حتى مع الكورة لانه بمجرد لقال خسر اللقب الافريقي في مباراة الوداد لقيت مصطفى عسل بكل التفاعل الاهلاوي وقال لك وحنا فريق نتأثر بنتيجة مباراة اهي مباراة وانتهت الابطال دول هيرجعوا يكسبوا بطولات هو بيون كده وهو تأثر وهو يطلع على طول وامة أسر يشارك في بطولة الجونة ويوصل للسيمي فاينل ده بيلعا انا اتفاركت على الماتش ده ما انا باخد حبوب شجاعة بعض الاحيات لان انا مصطفى عسل كنت عايز اتابع بالذات اتابع ليه بقى لاعب يمتلك قدرات بدنية وفنية وعزيمة تؤهله ان يكون احد الظواهر القادمة ولكن عايزه يتخلص من عيب خطير جدا عشان ما يهديتش او ينتقس من قدرته في هذه المسيرة سيبك بالتحكيم شوية ما تشغلش نفسك بانك تناقش الحكم كتير اولا اولا مش هتستفيد حاجة ثانيا بتقديم يتحاملوا عليك اكتر انا شفت الحكم هو يتحامل عليه واول ما هدي ابتدى يديله حق في الاشواط الحاسمة هدي بقى حد نصحه ركز يابني في الملعب لعيب عنده كل فنيات اللعبة لكن ما يقوليش ان ما كانش منشغل ده دماغه تقريبا كل شيء يبص بره عايز يعرف النتيجة واخد بالك وعرفها وهو بيلعب الدايق الحقيقة لعيب اهلاوي اهلاوي وواعي جدا ومحتاج ياخد بس نصيحة الخبرات ويهدى وانا اعتقد ان والده بيحاولي هديه يعني اعتقد النصيحة دي جات من المدرد يا ابني ركز في الملعب سمعت كده تعليق من احد المعلقين يعني مصطفى انسان رائع واتمنى له التقدم وانه يصل يبقى رقم واحد قريب في العالم وليه لا لما تكون برضو مروع عيد عبد الملك ابنة الاهل ولعبة الاهل المحترفة في الدور الفرنسي الكرة اليد تاخد السنة دي احسن لعبة في الدور الفرنسي بصوا يا جماعة النمازج الرياضية المصرية الاهلوية احسن لعبة في الدور الفرنسي كرة اليد في فرنسا من اعلى المستويات على مستوى العالم فبتاخد في وسط اهتمام بكرة اليد في دوري زي دوري الفرنسي افضل لعبة هي الافضل عندي لان بشوف دماء الاهلاوي واخلاصها للاهلي ومتبعتها للاهلي لدرجة متطرفة شوي ولكن اهنيها لها اخت بتلعب كرة يد عندنا وبتؤدي يعني بكل ما تملك من الطاقة بنفس الحماس لكن مروى قصة تانية الف مبروكة مروى والف مبروكة كمان لفريق الاهلي لكرة الماء لانه فاز على الزمالك بتفوى كبير 17 ستة في بطولة الجمهورية اللي تلعبت مبارح في حمام السباحة في النادي الاهلي في الجزيرة فريق الاهلي قدم عرض قوي جدا والمباراة فيها اكتساح كبير مثل الاهلي في المباراة محمد وليد وعلي عماد الدين ومحمد فؤاد ومزن أحمد ومحمود طارق وعبد الرحمن محمود وأحمد فؤاد ومحمد وليد وأيمن عادل وحسن محمد وأحمد شريف ومحمد وليد عزة وكريم مجدي وعبد الرحمن محمد وزياد وائل وبيقود جهاز كرة الماء في النادي كلهم من الكابتن وليد عزة المدير الفني ووليد وصف المدرب العام وعمر سامي المدرب وسيف ممدوح المدير الإداري وسامح العشري الإداري وخالد بن عيسى محلل للأداء وأحمد أكرم أخصائي التأهيل الآهلي بيلتقي بكرة الجمعة إن شاء الله مع الجزيرة في المباراة المهمة في بطولة كان الفريق قد فز على الزمالك فوز اعتباري بالنتيجة 5-0 وفقا لللاياحة بعد انسحاب الزمالك وعدم حضوره لخوض اللقاء اللي كان مقرر إقامته للأربع اللفات في مقر النادي في الجزيرة ده فوز كرة الماء